بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلبة طالبات الصف الفامس الابتدائي في قناة انجليزي ابتدائي أهند إعدادي مع من سناء السماد قناتنا بتقدم المناجي الدراسية في اللغة الإنجليزية من أولى اتدائي لتانية عدادي أما الصفوف من تلتة اعدادي لتل سنوي هتلاقيه موجودة معاك على قناتنا التانية قناة مستر يسر عزت إن شاء الله النهاردة نشتغل من كتاب بت باي بت على صفحة خمسين لسون فايف الدرس الخامس يونت ون الوحدة الأولى بنفكرك أن احنا برضو شغلين من كتاب المعاصر لو حابب تتابع معانا هتلاقيه موجود معاك على القناة رايتنج الكتابة كي فوكابلوري مفتاح المفردة ستافد ستافد يعني محشو ستافد محشو خضروات محشية أو دجاج أو أي نوع من الطعام محشو ستافد ستافد محشو way out يعني يزن يزن المقادير طبعا هيستخدم فيها ايه الميزة way out way out حرف جي حرف اتش هنا silent لا ينظر mix mix يعني يخلط mix يخلط يخلط مقادير الطعام pour pour يصب أو يسكب pour pour يصب هنشوف هنا butter butter يعني زبدة butter زبدة bake bake يخبز ده فعل طبعا bake يخبز boil boil يغلي boil cut cut يقطع cut other words يعني كلمات اخرى بسبوسة هو البسبوسة هو نوع من ديزورت التحليع recipe 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 وصف الطعام recipe وصف الطعام ingredients ingredients يعني مكونات او مقادير للطعام ingredients مقادير او مكونات simolina simolina سميد دقيق السميد اللي احنا بنستخدمه علشان نعمل بالبسبوسة simolina yogurt 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 sugar 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 melted butter melted butter يعني زبدة مذابة melted مذاب يعني احنا بنعرضها للحرارة علشان تدوب اسمعي melted butter يعني زبدة مذابة baking powder baking powder مسحوق الخبز ده مسحوق احنا بنستخدمه علشان نعمل به المخبوزات coconut 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 جوز الهند coconut almonds almonds لوز almonds لوزة واحدة almonds لوزات كتير لوز هو ده نوع من المكسرات اللي احنا بنستخدمه في المخبوزات او في الاطعمة بشكل نعمل almond تي سبون تي سبون تي سبون ملعقة شاي الاختصار بتاعها تي اس بي زي مثلا نحنا بنستخدم كلمة television 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 تليفاز لما نقول الاختصار بتاعها تي في طيب هنا تي سبون الاختصار بتاعها تي اس بي معناها ملعقة شاي يعني انت تستخدم من المكون ده مقدار ملعقة شاي اما هنا سيروب سيروب يعني شراب بيتكلم عن شراب الحلويات اللي احنا بنصنعه من السكر سيروب شراب او ممكن نقول عليه سائل محلة a table spoon a table spoon يعني ملعقة طعام ملعقة الصفرة اللي احنا بناكل بها الاكل الاختصار بتاعها تي بي اس بي تي بي اس بي ملعقة طعام يبقى دي اختصار ملعقة الشاي الملعقة الصغيرة تي اس بي اما هنا تي بي اس بي الملعقة الكبيرة ملعقة الطعام lentil soup lentil soup يعني الحساء حساء العدس ممكن نقول عليها شربة العدس lentil soup شربة العدس stuffed vegetables stuffed يعني محشو vegetables خضروات يبقى دي خضروات محشية oven oven فرن اوفن فرن اللي احنا بنخبز فيها المخبوزة buy hand buy hand يعني بليد او يدويا نخلط الشيء او نعمل الشيء ده يدويا buy hand mixture 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 يعني خليط harf tea ويو هنا ينطق cha mixture يعني خليط mixture knife knife سكين حرف الكي هنا silent لا ينطق knife knife سكين احنا بنستخدمها للتقطيع diamond shape diamond shape يعني شكل معين شكل ماسي شكل الانماسة او ممكن نقول عليه شكل معين عارفين شكل المعين الشكل الهندسي اللي هو المعين اللي هو يشبه المربع المقلوب ده اسمه ايه diamond معين shape شكل يبقى diamond shape شكل معين pretty pretty يعني جميل هيساوي beautiful pretty جميل lemon juice lemon juice هصير الليمون suspend suspend معنى هطاسة او اناء للطبخ بعد كده هنشوف صفقة 51 بقول conjugation of verbs تصريف الافعال عندنا مجموعة من الافعال regular verbs افعال منتظمة يعني ايه منتظمة قلنا كتير منتظمة يعني تمشى على النظام تمشى على القاعد علشان نجيب الماضي لازم هنعمل ايه يانما هنضيف دي او اي دي او اي اي دي هنا عندنا فعل feed present في المضارع زي ايه cook cook يطهو او يطبخ cooked cooked طبخ او طهى cooked ضفنا اي دي علشان دفعال منتظم baked baked يخبز baked خبز ضفنا اي دي turn on turn on يعني يشغل او يشعل هتبقى ايه turned on عملنا ايه ضفنا للفعل turn اي دي اما on دي حرف الجر حرف الجر مش بتغير من المضارع او الماضي زي ما هو هنا في المضارع on في الماضي برضو on turn on يشغل او يدير ممكن هون يشغل الفرن يشغل التلفاز يشغل او يدير الحنفية او الصنبول كل ده نقول عليه turn on اما الماضي turned on يعني تشغله او اداره way out way out يعني يزن يزن المقادير باستخدام الميزان gh احنا قلنا ايه silent wait out wait out يعني وزنة ضفنا اي دي للفعل way اما out ده حرف الجر مش هيتغير هيفضل زي ما هو out mix يعني يخلط mixed mixed يعني خلطة ضفنا هنا اي دي وهنا كمان ضفنا ال اي دي add add يعني يضيف added يعني اضافة pour pour يسكب او يصب poured poured يعني سكب او صب boil يغلي boiled غلى share share يشارك shared شاركة نشوف هنا irregular verbs يعني افعال غير منتظمة في present احنا قلنا منتظمة يعني شكلها بيتغير شوية في الماضي عن المضارع put put يعني يضع put برضو في الماضي يعني وضع يبقى put الفعل put في الماضي في المضارع زيبع وزي بالزبط cut cut في المضارع يقطع cut في الماضي قاطع يبقى عندنا الفعل put والفعل cut مش بيتغير في الماضي عن المضارع make make يصنع made صنع هنا طبعا الفعل اتغير شوية take out take out يخرج took out يعني اخرجة خليني الفعل take took اما حفل got out يفضل زي ما هو في الماضي out هنا بيقول study the following يعني ادرس التالي my favorite thing to bake is بسبوسة الشيء المفضل لديك لخبزه هو البسبوسة first اولا you need to turn your oven on to get it hot اولا انت تحتاج ان تشعل الفرن to get it hot لتزخنه number three you should mix these ingredients by hand انت يجب ان تخلط هذه المكونات مكونات الطعام by hand باليد number four then you add the yogurt and pour the mixture into a baking dish بعدها انت يجب ان تضيف هتضيف ايه yogurt الزبادي and pour the mixture وصب الخليط into a baking dish في طبق الخبز number five you can use a knife to make diamond shapes يمكنك ان تستخدم السكين لتصنع اشكال معينة on the top of the بسبوسة على وجه البسبوسة او قمة البسبوسة فوق البسبوسة put an almond on each diamond ضع لوزة واحدة لوز على كل شكل معين انت عملته في البسبوسة make bake bake the bسبوسة in the oven for 30 minutes يعني اخبز اخبز البسبوسة في الفرن المدة 30 دقيقة boil the mixture for about 10 minutes يعني اغلي المقدار لحوالي 10 دقائق بيتكلم عن مقدار ايه مقدار syrup الشراب اللي احنا هنضع على البسبوسة الشراب المحلى then pour the syrup بعدها صب الشراب over the bسبوسة على البسبوسة cut the bسبوسة and share it with your family يعني قطع البسبوسة وتشارك فيها مع عائلتك هنشوف بعد كده صفحة 52 بيقول look انظر and read واقرأ what is the recipe for هنا بيقول ايه بيقول my favorite recipe يعني وصفتي المفضلة we cook lots of different things نحن نطبخ الكثير من الاشياء المختلفة such as lentil soup مثل شربة العدس full مدمس and stuffed vegetables وخضرات محشوة my favorite thing to bake is bسبوسة الشيء المفضل لدي لاخبزه هو البسبوسة this is how you make it هكذا كيف تصنعها first اولا you need to turn your oven on انت تحتاج ان تدير او تشغل الفرن to get it hot لتسخنها علشان الفرن تسخت then weigh out the ingredients بعدها اوزن المكونات then you mix the simulina بعدها تخلط simulina دقيق السيمولina coconut جوز الهند sugar السكر and melted butter والزبدة المذابة you should mix these ingredients by hand يجب ان تخلط هذه المكونات by hand يدويا I love doing this انا احب ان افعل هذا then you add the yogurt and pour the mixture into a baking dish بعدها اضف الزبادي وصب الخليط على طبق الخبز او في طبق الخبز you can use a knife to make diamond shapes يمكنك استخدام السكين لتصنع اشكال معينة on top of the besbosa على قمة وجه البسبوسة put on an put an almond on يعني ضع لوزة واحدة لوز on each diamond على كل شكل من الاشكال المعينة انت عملتها it looks really pretty انها تبدو حقا جميلة bake the besbosa in the oven for 30 minutes اخبز البسبوسة في الفرن لمدة 30 دقيقة make the syrup اصنع الشراب هتعمل ازاي شراب المحلة put the honey water and lemon juice into a saucepan يعني اضع العسل والماء وعصير الليمون into a saucepan في اناء او قدر او قاصة الطبق boil the mixture يعني اغلي الخليط خليط الحجد التناهل هو العسل والماء وعصير الليمون boil the mixture اغلي الخليط for about 10 minutes لحوالي 10 دقائق take it out of the oven اخرجها من الفرن بقصد البسبوسة then pour the syrup بعدها صب الشراب على البسبوسة cut the basbosa and share it with your family اقطع البسبوسة وشاركها او تشاركها مع عائلتك صفحة 53 يقول look and words يعني انظر الى الكلمات in bold and in the text في الكلمات المظللة في النص match them to their meanings يعني وصلهم بمعانيها الناحية التانية هنا بيقول ايه اول حاجة هنا بيقول stuffed stuffed يعني محشو مستفد يعني محشو هندور على صورة لخضار محشو يبقى هنا number one هذه صورة الخضار اللي لسه هنا بيتم محشو way out way out يعني mix mix يعني يخلط فين يخلط هنوصل لها كده pour pour يعني يصب او يسكوب هنا عند جي bake bake يعني يخبز بايل يعني يغلي هذه بايل cut يعني يقطع بعد كده نشوف number three بيقول choose a dash يعني اختار طبقي want to make تريد ان تصنعه write the ingredients اكتب المقادير then write the recipe بعدها اكتب الوصفة write 30 to 40 words من 30 ل 40 كلمة انت تختار اي وجبة اي طعام انت بتحب تصنعه على طول تحب هنا تكتب المقادير وهنا الوصفة ازاي هتكتب اول حاجة هنا هتقولها first اولا وتبدأ تقول ايه المكونات اللي انت هتستخدمها بعد كده تقول then الخطوة التانية then والخطوة اللي بعدها وهكذا لحد ما تخلص وصفتك هون بعد كده هنشوف صفحة 54 activities match poor 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 يعني ايه poor يعني يسكب او يصب هنوصل هكذا stuffed stuffed يعني محشو هادي stuffed هنا حشو الخطوة mix mix يعني يخلط هادي mix يخلط bake يخبز way out يعني يزن يزن المقادير اهي بعد كده هنا بيقول match sell هنقول ايه هنقول we cook lots of different things يعني نحن نطبخ الكثير من الاشياء المختلفة number two بيقز بسبوسة اخبز البسبوسة four three minutes لمدة ثلاث دقائق take it out يعني اخرجها منين off the oven من الفرن cut the قطع ايه قط زبسبوسة and sure it قطع البسبوسة ويتشاركها مع عائلتك it looks really a pretty انها تبدو حقا جميلة بعد كده هنا نشوف صفحة خمسة وخمسين بيقول choose a right answer from a b or c number one i want to انا اريد ان ايه بسبوسة اعمل ايه لبسبوسة bake اخبز boil turn on turn on يعني يشغل او يدير لا هنقول bake اخبز number two we have ايه نحن لدينا ايه و لحم للغداء هنقول ايه port يعني صبة ولا weighed يعني وزنة ولا stuffed حشا هنعمل ايه الخضرات هنقول stuffed يعني نحن قمنا بحشو الخضرات واللحم من اجل من اجل الغداء number three mona mona دي اسمي بنت عايزين ناخد فعل ونقول out the ingredients المقادير او المكونات they were one kilogram كان وزنهم واحد كيلو جرام طالما الكيلو جرام يبقى وزن هنقول ايه boiled غلط ولا cut قطعت ولا weight هنقول weighed out يعني وزنت واد الدليل استخدام كيلو جرام number four ناخد فعل ونقول the mixture الخليط into a baking dish لطبق الخبز هنقول ايه pour صب ولا turn on اشعل او شغل ولا read اقرأ لا هنقول pour pour the mixture يعني صب الخليط في طبق الخبز number five if you لو انت ايه two colors لونين اتنين you get a new one انت تحصل على واحد جديد يعني على لون جديد لو انت عملت ايه boil غليت ولا way wasn't ولا mix طبعا mix تخلط لو انت خلط لو انت بتخلط لونين انت هتعمل ايه هتحصل على لون تالب لون واحد جديد number four read and reorder the following two mix sentences يعني اقرأ ويقعد التلتيب الآتي لتصنع الجمال صريحة number one ingredients يعني مكونات the معناها الم mix يعني اخلط hand يد by b هنبدأ اول حاجة mix يعني اخلط طب نخلط ايه mix the ingredients هادي ذا بعد كده ingredients اخلط المكونات a by hand هادي by بعد كده hand اخلط المكونات باليد او يدوية number two almond almond هي وحدة lose put diamond معين on each على call and d ضع داتنا كده داتنا كده تيجي قبل اسم البادئ بحرف vowel هنبدأ اول حاجة ب put ضع ضع ايه لوزة واحدة on each على كل على كل شكل معين يبقى put an almond on each diamond ضع لوزة ضع لوزة على كل شكل معين number three the mixture الخليط four minutes يعني دقائق boil about حوالي 10 رقم 10 هنقول ايه boil اغلي اغلي الخليط طيب for about ادي four about يعني لحوالي حوالي كام 10 minutes يعني 10 دقائق يبقى ادي five وهنا number six هنقول تانا boil the mixture اغلي الخليط four about لحوالي مدد حوالي ايه 10 minutes 10 دقائق number four your on hot turn oven to get اول حاجة هنبدأ بيه turn turn عايز قول ايه turn on يعني شغل او قدر turn on ايه شغل ايه the oven هنقول your oven هنا فيه your بعد كده oven شغل الفورن بتاعتك خاصتك طيب to get ادي to get it number six اخر حاجة number seven hot عايزوا ليه turn on your oven يعني ادر او شغل فورنك to get it hot لتجعلها تسخن number five puncture is the following يعني ضع علامات التقييم لجمال التالية we cook lentil soup four full and stuffed vegetables اول حاجة حرف W يبقى كابتا لانه ده بداية الكلام هنقول we cook نحن نطبخ lentil soup بعد كده الوجبة تانية يبقى نضع هنا comma ثم يعني فاصلة سوفلها فين بعد lentil soup ليه؟ علشان هو لسه هيذكر حاجات تانية يبقى كل ما هيقول حاجة هنضع هنا comma lentil soup تربط العدس بعد كده comma full and stuffed vegetables خلصنا غملتنا نضع آخرها full stuffed number two what is the recipe for فاطمة اول حاجة هنبدأ حرف W ده يبقى capital بداية الكلام طيب الكلام مخاطب لمين؟ مين المخاطب؟ فاطمة يعني بنوجه كلامنا الفاطمة يبقى قبل اسم المخاطب نضع قبله comma علشان هو جاي في آخر الكلام طيب فاطمة ده اسم شخص لازم يبدأ بحارف كبه ده خلصنا كده ده ايه؟ ده يعني كده وصلنا لحد صفحة 55 خلصنا الوحدة الاولى كلها ان شاء الله نحل عليها المرة الجاية تابعونا انتو فلقريبك وحبيبك من اول اقتدائي لتالت سنوية على قنواتنا التعليمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته